السلام عليكم متابعين ThruGaming هل فكرتوا تبدؤون مشواركم كستريمرز أو صانعين محتوى؟ لكن لاحظتوا أن الوضع صعب شوي ولما تجهز كل شيء تلاحظ بأن دائم أن جودة الصوت تعبانة وغير كذا لازم تشيل هم الجرين سكرين وتشتري قطعة معينة لا تشيلون هم هذه الأشياء اليوم رح نعرفكم على برنامج يسهل عليكم كل هذه الخطوات ويخليك بس تركز كل طاقتك في بناء حساب في قنوات البث وقطعة التصوير للعبة نعرفكم الآن على برنامج Nvidia Broadcast هذا البرنامج بشكل تلقائي بمجرد ما تشغله رح يقوم بتصفية تعزل الأصوات المزعجة من حولك حتى صوتك يكون واضح لمتابعينك كمثال اسمعوا فرق الصوت من الأصوات التجربية اللي جاية مع البرنامج نفسه مرة لما يكون النويز ريدكشن مشغل وبتلاحظون انكم ما تسمعون أي أصوات في الخلفية الآن لما شغلوا الصوت بدون النويز ريدكشن رح تشوفون قد إيش رح تكون الأصوات في الخلفية مزعجة الآن رح نجربنا صناع تسجيلنا الخاص حتى تشوفون قد إيش هاني الميزة مرة مفيدة خاصة لما يكون حولك أصوات مزعجة الآن جالس أنا أتكلم معاكم ومثل ما تسامعين فيها أصوات في الخلفية مزعجة لكن أول ما نفعل النويز رموذل الصوت مفروض اللي في الخلفية يكون أخف الميزة الثانية الرهيبة في هذا التطبيق هو أنك ما تحتاج إلى استعمال أي غرين سكرين بحث البرنامج نفسه بفضل الذكاء الاصطناعي الموجود في كروت شاشة RTX من إنفيديا رح يغبش لك الصور بالخلفية وإذا مرة ما تبغى تبال خلفية المكان اللي أنت فيه فتقدر تحط أي صورة من عندك على الجهاز كخلفية أو تخلي الخلفية سوداء أو حتى تخلي كاميرتك الثابتة تتبع حركتك كأنها عندك مصور الخاص فيك كل من هذه اللمسات رح تخلي متابعينك ينجذبوا لبثك ويخليه احترافي أكثر إذا تبغوا تحملون هذا البرنامج فتحميله جدا سهل وتقدرون تحصلون رابط البرنامج في الـ description تحت وبتحصلون برضو معه PCs المناسبة له لهذا البرنامج نتمنى بأننا قدرنا نخدمكم بهذا الفيديو حتى تستفيدون من البرنامج الرهيب إنفيديا برودكاست كان معكم نوف النغموش يعطيكم العافية المتابعة ومع السلامة